موسيقى موسيقى مثل خير في حلقة من تركيا لهذا الأسبوع بعد القمة بشأن القدس ما هي أبعاد الدور التركي على الساحة الإسلامية؟ أما جولتنا في الصحافة التركية لهذا الأسبوع سحب القوات الروسية من سوريا نقطة خلاف مع تركيا أم نقطة تقاطع؟ وفي فقرة معكم كيف يحصل لاجئون السوريون على المساعدات المالية في تركيا؟ موسيقى تسعى تركيا لتكريس دور فاعل في العالم الإسلامي عبر مناصرة القضية الفلسطينية ودعم المسلمين في دول أخرى ولعل دعوتها للقمة الطارئة في اسطنبول تأتي في هذا الإطار لكن البعض يتساءل عن مدى قدرة تركيا على توحيد الجهود في ظل تحالفاتها الإقليمية التفاصيل في تقرير سوزان سالم سعي تركي متواصل للضغط على أمريكا للتراجع عن قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها فعقب انعقاد القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول سرح الرئيس التركي رجال طيب أردوغان للمتظاهرين في مدينة قونيا عن سعي بلاده لإلغاء القرار الأمريكي سنستخدم جميع الآليات لإلغاء هذا القرار جائر وغير المشروع في مجلس الأمن أولاً وإذا استخدم حق الفيتو سنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خطاب أردوغان المتضمن انتقادات لذع لأمريكا وإسرائيل لسيما في كلمته خلال انعقاد القمة الإسلامية التي دعا إليها فتحت باب السجال ما بين تركيا وإسرائيل إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأنه لا يقبل دروساً في الأخلاق من تركيا منتقداً سياستها حيال الأكراد وإيران ومن وصفهم بالإرهابيين في غزة ليعود إلى الواجهة التوتر التركي الإسرائيلي الذي بلغ أوجه في حادثة سفينة مرمرة عام 2010 حين هاجمت إسرائيل أسطول الحرية المتوجه إلى غزة بهدف كسر الحصار عليها وأدى الهجوم خينها لمقتل عشرة ناشطين أترك ثم أرسلت تركيا في تموز العام الماضي سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة عقب الإعلان عن تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل علاقة ما لبثت أن توترت مجدداً على خلفية تصريحات أردوغان التي رفض فيها منع إسرائيل الأذان في الأراضي المحتلة أما فيما يتعلق بالقمة الإسلامية التي نص بيانها الختامي على الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين ودعا لانسحاب أمريكا من عملية السلام فبمعزل عن تباين الآراء بينما رأى فيها انقفاضاً عن سقف المطالب الشعبية وبينما انعلق أهمية على دوره في التصدي للقرار الأمريكي يبرز دور أنقر الفاعل على الساحة الإسلامية في مناصرة القضية الفلسطينية دور كرسته أيضاً عبر مساعدة المسلمين الروهينجيا وزيارة المسؤولين الأتراك لمخيماتهم لكن ما يثير التساؤل هو كيف ستتمكن تركيا من بلورة تحرك إسلامي موحد في ظل تقاربها مع إيران التي سببت شروخاً عميقة في العالم الإسلامي وعلى المحور ذاته روسيا ودورها الكارثي في سوريا لنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي في الأستوديو الأستاذ عبد الوهاب الكنج رئيس الجمعية العالمية لتضامن العلماء المسلمين أهلاً بك أستاذ عبد الوهاب أهلاً وسهلاً بكم أستاذ كما شاهدنا في التقرير علاقة تركيا بإسرائيل مرت في عدة محطات هل هناك محطة توتر جديدة بين تركيا وإسرائيل بعد القمة الإسلامية؟ طبعاً هناك كما أشرتم إليه تطور جديد وموقف تركيا هو موقف طبعاً يجب أن يأخذ هذا الموقف كل من يقول أنا مسلم أو أنا دولة مسلمة نحو هذا القرار الذي أخذه ترآن وهذا الموقف طبعاً لن تردى ولا تردى بها إسرائيل لذلك أكيد هذا له تأثير سلبي على العلاقات بين إسرائيل وبين تركيا لأن تركيا هي تهمها أن تكون عند الحق وأن تكون مضافعة للمظلومين وخصوصاً القدس ومسلط الأقصى يعني عند رئيس الجمهورية وعند الشعب التركي يعني له قداسة ولا يمكن وليس من المعقول أن تسكت تركيا وتغمد عينها يعني نحو هذا القرار الذي هو يخالف عقيدة المسلمين ويخالف القوانين الدولية لأن القدس كما يعلم كل أحد مقدس عند المسلمين وأراضي القدس وما حولها مباركة بنص ترآني ولكن البعض يقول أن هذا التوتر أو هذا الخلاف سينحصر فقط على السجال والتصريحات يعني ليس هناك توتر أو تأثير سلبي حقيقي على هذه العلاقة كما نتذكر يعني بعد إثر حادثة سفينة مرمرة كان هناك تصريحات وسجالات سياسية إلا أن العلاقات الاقتصادية استمرت بدون أي تأثير العلاقات الاقتصادية نعم استمرت في الحقيقة كلنا نعلم بأن هناك توازن وهناك بعض العلاقات التي ليس من الممكن أن تقطع في يوم واحد من الأيام تركيا مع رئيسها ومع حكومتها وشعبها ليست رادية عن وجود وعن احتلال الموجود في الأراضي المقدسة وكلهم يحسون ونحن جميعا نحس بأننا أحفاد يعني سلاح الدين وأحفاد محمد فاتح وأحفاد عبد الحميد رحمة الله عليه الذي دحى بكل شيء لأجل أن لا يتنازل عن الأراضي المقدسة التوتر التي حصل من قبل وبين تركيا يعني لم يكن توترا من حصيرا في الكلمات كان له انعكاسات على الواقع أيضا مع وجود بعض العلاقات ولكن هناك علاقة تختلف عن علاقة الأخرى هناك تجارة تختلف عن تجارة الأخرى ولكن هذه المأساة وهذه الظروف التي الآن نعيشها كالعالم الإسلامي وتعيشها تركيا تركيا هي مصرة يعني ببعض الخطوات التي نفذتها وبالكلمات التي نحن نسمعها من سعادة الرئيس رجب تابي أردوغان هذا سيكون له انعكاس على الواقع بين علاقة تركيا وبين علاقة إسرائيل أكيد يعني إن أصرت إسرائيل على الاحتلال وعلى أن الحفاظ نعم أستاذ نعم يعني هذا الانعكاس الذي تحدث عنه كيف سيكون بشكل عملي؟ يعني كيف يكون بشكل عملي؟ يعني في الحقيقة هناك خطوة قد نفذت وهذه خطوة عملية يعني القمة الإسلامية التي جمعها أستاذ رجب تابي أردوغان في هذه الظروف الصعبة ونحن كلنا نعلم بما يجري في العالم الإسلامي سوريا أمامنا والعراق أمامنا واليمن والليبيا والإرهابات والمؤسسات الإرهابية التي أسستها وتوجهها أمريكا يعني بدعم أو بدفع يعني السهيوني يعني الكيان السهيوني يعني في هذه الظروف الأستاذ أردوغان قد جمع تقريبا أكثر من خمسين دولة إسلامية وأخذوا بعض القرارات وبدأوا بتنفيذ بعضها وأنا قد شلعت في كثير من القنوات التلفزيونية في هذا الموضوع وقلت القرار الذي أخذ جيد ولكنه لا يكفي وإنني أعتقد بأن هذه القرارات يعني هي ستفتح ألباب لأجل تنفيذ القرارات والخطوات الأخرى سأعود الحوار معك بعد أن نشاهد مع المشاهدين تقريرا يعرف بمنظمة التعاون الإسلامي وأهميتها ترجمة نانسي قنقر نعم أستاذ يعني الآن تركيا لديها علاقات قوية مع إيران التي زاودت على الفلسطينيين أنفسهم بقضيتهم ومسلكها على الأرض يعني يناقض ذلك هل هذا التحالف سيؤثر على الدور التركي في العالم الإسلامي؟ تحالف مع ما؟ مع إيران تحالف مع إيران في الحقيقة كل شيء يجب أن يكون في محاله يعني عندما أنت تخالف جهة هذا لا يعني يجب أن يفرد عليك يعني عدم التحالف في بعض النقاط الأخرى يعني فكما أن بين الجمعيات والمؤسسات يجب أن يكون هناك تعاون وتناصر مع اختلاف وجهاتهم ومع يعني اختلاف اجتهاداتهم وأفكارهم ومصالحهم هكذا بين الدول يجب أن تكون كذلك يعني تركيا ليست مع إيران وهي ضد موقف إيران في سوريا نعم أستاذ لكن إيران ذهبت إيران ذهبت للبحث عن طريق القدس على حلب وحمص وغيرها من المدن السورية كيف لتركيا أن تتفق مع إيران بالقضية الفلسطينية؟ سيدتي الفاضلة يعني تركيا يعني الآن نحن كلنا نعلم بأن أمريكا بأن أمريكا وطبعا يعني خلف السيطان السهاينة والكياهن السهيوني يستهدفون التمزيق وتشتيت سوريا يعني هذا أكيد يعني من خطتهم أن يفتحوا الباب أمام كياهن السهيوني لأجل أن يسيطر على ما بين النيل والفرات سيطرة سياسية واقعية ولأجل هذا لا يمكن الحصولهم على هذه النتيجة أو الهدف الخبيض الذي يؤمنون به إلا بأي شيء إلا بتدمير وتمزيق سوريا والعراق وبإنشاء المشاكل العميقة بين هذه الدول لذلك لذلك يجب أن يكون هناك حل وتعاون لأجل يعني لأجل هذه المؤامرة مع من؟ مع من كان سواء كان إيران أو روسيا أو سين أو غير ذلك أو الالتحاد الأوروبي لذلك تركيا مع معارضتها لبعد المواقف وعدم وحتى مخالفتها ومعارضتها هذا لا يستدعي أن لا يكون هناك اتفاق وتعاون بين إيران وتركيا لكن كما نذكر يعني بين إيران وإسرائيل ذاته كان هناك تعاون في الثمانينات سيدة الكريمة يعني هذا نحن نجده كثيرا ما بين الدول بين الدول ولكن ماذا يهمنا يهمنا الوصول إلى الهدف الآن الآن تركيا لأجل الحفاظ على القصة وحتى لأجل الحفاظ على الشعب السوري إن الآن الشعب السوري كما تعلمون ملايين قد هجروا ودمروا وقتلوا يعني هل من المصلحة يعني أن تكون هذه المذبحة تدوم إلى يعني إلى إبادة إلى أن يبيد جميع الشعب لا لذلك من ناحية فكما نحن فكما تركيا هي تنظر إلى التوازن في الموضوع وتريد أن تحافظ على الشعب مع استقراره هكذا تريد أن تحافظ على القصة ومقدسات المسلمين ومقدساتهم بجميع أنواع الطرق وليس هناك إلا تريخ أن يكون هناك تعاون بين إيران وبين تركيا وبين روسيا ليس هناك مثلا الآن تركيا لو تحالفت مع أمريكا أنا أعتقد بأن كثير من الذين يعارضون أو يجرحون تركيا لتعاونها واتفاقها مع إيران لم يجرحوا ومع أننا نعلم بأن أمريكا هي هي التي تدمر نعم مستدعى لذكر ذلك ومن الجهة الأخرى بعد قرار ترامب كان هناك اتصال بين أردوغان وبوتين وأكدت المصادر الرسمية التركية على اتفاق بينهما بشأن القدس نعم برأيك ألا يتعارض ذلك مع العلاقة الحميمة بين موسكوة وأبيب أختي الفادلة يعني الأمور السياسية هي في الحقيقة يعني كثيرا ما يقال هناك يعني وقت طويل بين يعني أمس وبين اليوم وبين الغت بشكل التطورات يعني بحسب التطورات كثيرا ما تختلف وتتغير المواقف التي تتلائم مع الوضع الحالي نعم يعني أكيد يعني عندما نحن عندما تركيا يعني تحاول أن يكون هناك اتفاق مع روسيا ومع إيران هي لا تنسى ولا يغب عن أعينها العلاقات التي تتعارد يعني معها في بعض الأمور ولكن ما الحل يعني هل تعميق المعارضة في مصلحة المسلمين والقضية أم تخفيف المعارضة ونتعارد فيما نتعارد ونتفق في المسال المشتركة وبتلك مصلحتها باعتبار أنها يعني أنها يعني تعمل تعمل إيمانا عميق بالإسلام وباعتبار أنها مسلمة وباعتبار أنها دولة لها سيادة ولها يعني احترام يجب يعني تستدف تركيا أن تحرر القصوى في الستين نعم أستاذ لذلك يعني ليس هناك يعني حل إلا أن يكون هناك يعني بعض التحالفات في بعض النقاط المشتركة سواء هذه تتعلق بسوريا سواء تعلقت بالقدس يعني نحن نعلم بما قامت بها إيران في سوريا ساز بهذا الكلام نكون قد وصلنا لنهاية محورنا لهذا اليوم جزيل الشكر لك أستاذ عبدالوهاب الكنج كنت معنا هنا مرحب الله فيكم أنا أشكركم شكرا جزيلا والآن والآن مشاهدين جولتنا في الصحافة التركية مع الزميلة سوزان سلمي سوزان كما نعرف هناك كانت زيارة خاصة لبوتين إلى أنقرة كيف انعكس ذلك على الصحافة التركية لأ تداعيات زيارة بوتين لأنقرة وقراره بسحب القوات الروسية من سوريا إضافة لتصريح لوزير الخارجية التركي حول علاقة تركيا بنظام الأسد كانت أبرز المواضيع التي حاضيت باهتمام الصحافة التركية مشاهدين بعض الفاصل ما تداعيات زيارة بوتين لأنقرة وقراره بسحب القوات الروسية من سوريا